قدرة انتظار سفن في البحر قبل الإرساء على أرصيفة ميناء الجزائر لتفرغ حمولتها سجلت تراجعا خلال هذا الصيف أمر يعزز مردودية الميناء حسب ما كشفت عنه مصادر الشروق نيوز فبعد أن كانت سفن السنة الماضية تنتظر قرابة اليومين ونصف اليوم في عرض البحر حتى تدخل الميناء أصبحت بداية الصيف الجارية تنتظر مدة يوم ونصف اليوم ثم ترصف الميناء ليتم تفريغها التحسن في أداء ميناء الجزائر ظهر أيضا في تراجع مدة تفريغ حمولات السفن حيث تراجعت المدة إلى أربعة أيام وثلث اليوم بعد أن كانت تقارب خمسة أيام وهو ما ينعكس إجابا على حجم السلع التي تمت معالجتها خلال شهر جوليا الماضي تجاوز حجم السلع المعالجة 934 ألف طن مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.19% مقارنة مع شهر جوليا لسنة 2013 وفي مجال الاستيراد سجل ميناء الجزائر خلال شهر جوليا الفارط استقرارا في حجم سلع التي تم تفريغها مقارنة مع شهر نفسه السنة الماضية كونها ارتفعت بكمية لم تتجاوز 264 طن ليصل مجمل ما تم تفريغه في جوليا المنقضي إلى مستوى لم يتعدى 766 ألف طن وفي المقابل تراجعت حركة المسافرين بالميناء في الشهر نفسه بنسبة 7.83% مقارنة مع جوليا 2013 ليصل عددهم إلى 19 ألف مسافر بعد أن كان عددهم يفوق الواحدة والعشرين ألف مسافر متوفر